حلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض كيف نسبت تعريف التوابع Canon Pixima SG640 مرة عن طريق الكاب اليو سيبي ومرة عن طريق الراوتر الواي فاي فلو انت عاوز تعرف كيف تسبت تعريف التوابع وتتبع من الموبايل فأنا سيرب لك رابط تحت الفيديو في خانة الوصف لكن حلقة النهاردة سنسبت تعريف التوابع عن طريق الكمبيوتر أو اللابتوب فلو يهمك الموضوع تابعني بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وماذاكم يا اخواني امين ايه اخبركم ايه ان شاء الله اكونوا بخير وفي افضل حال معاكم احمد الساب من القناة كانون بالعربي وحلقتنا النهاردة سنتعلم مع بعض كيف نسبت تعريف التوابع على Canon Pixima SG640 مرة عن طريق الكاب اليو سيبي ومرة عن طريق الراوتر الواي فاي وعشان ما اطولش عليكم يلا نروح لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونتابع الخطوات واحدة واحدة مع بعض فى يلا بنا مبدئيا كده يا جماعة انا سيجب لكم رابط تحت الفيديو في خانة الوصف هذا الرابط في نسخة من الاسطوانة الاصلية المرفقة مع التوابع تستطيع تحميله بكل يوصولة وبعد ما حملنا تعريف التوابع من خلال الرابط سيظهر لك الملف في هذا المنظر سنغلق الكلمين عليها ثم نختار Extract Here سيطلب منك كلمة المرور كلمة المرور من 9 على 1 عد تنازولي ثم نختار OK ثم بعد ما فاكرة الضغط يظهر لك البرامج سنختار Win ثم نختار Driver ثم نختار Drive Setup ثم نختار كلمة Setup ثم نختار Yes ثم نختار Next ثم نختار الكرة التي موجود فيها ثم نختار Yes ثم نختار Yes ودلوقتي تصل كابل USB الواصل من التوابع والكمبيوتر أو التوابع واللابتوب وهنا يتعلم على هذا التوابع ومكتوب على USB أهم شيء مكتوب على USB ثم نختار Next وأنا سيقول لك انستيلنج يعني جاء للتزبيت ممكن هذه الخطوة تطول معك وهذا على حسم إمكانيات جهازك لو جهازك سريع وحديث فالخطوة ليست تطول معك وستتعرف على طول لكن لو جهازك بطيء أو قديم أو إمكانياته قليلة فالخطوة ليست تطول معك فالمهم أن تنتظر هذه الخطوة لحد ما تنتهي بعد ذلك سيظهر لكم الخطوة سنقوم بعمل Extra وبذلك عرفنا الطابقة عن طريق الكابل USB بنجاح الآن نريد أن نعرف الماسح الضغط سنقوم بعمل نجاح الخطوة ثم نختار آخر اختيار Scan Utility ثم نختار Scan Utility ثم نختار Setup ثم نختار Yes ثم نختار Next ثم Yes وتنتظر لحد من برنامج يثبت معنا وهذا برنامج The Scanner كده عرفنا الطابقة مرة عن طريق الكابل USB ونعرف برنامج The Scanner ثم نختار Complete ثم نخفي الصفحة لكي نحتاجها أخرى سنقوم برنامج The Scanner سنقوم برنامج The Scanner سنقوم برنامج The Scanner IG Scan Utility ثم نختار واحدة ونتظر لحد من برنامج يفتح معنا أول شيء مكتوب برنامج The Scanner تتأكد أن الطابعة تحتك اسمها G600 من الـ 640 لأنها عائلة اسمها عائلة الـ 600 يعني هناك أكثر من موديل يمشي على الـ 600 640 650 630 كل هذا معرف بكلمة G600 فلو انت حبيت تعمل Scanner وتحفظها قصورة ستختار Photo لكن لو انت حبيت تعمل Scanner وتحفظه كملف PDF ستختار Document طب التطريقة ازاي سوف نفتح باب المسح الضوئي عادي جدا وتضع الورقة كأننا سوف نصورها في هذه الدولة ونقفل باب المسح الضوئي ثم سأعمل Scanner Enter Document يعني سأحفظ هذه الورقة ملف PDF ليس صورة ضغط واحدة على Document وانا يقول لك لا تفتح باب المسح الضوئي لأنه يعمل Scanner وانا يقول لك يجب أن تعمل Scanner لورقة أخرى وتحفظها في نفس ملف PDF والاختيار لا يزارك لك فقط لو انت تعمل Scanner لPDF تستطيع تحفظ أكثر من ورقة أو أكثر من صورة في ملف PDF لو هناك ورقة تحفظها في نفس ملف PDF ستضعها في تمامل Scanner لكن لو هي ورقة واحدة فقط تمامل X ويجب أن تكون محمل لك برنامج PDF لأن من غيره الملف لا يفتح الآن أنا أريد أن أعرف هذا الملف يتحفظ فيه ستضع إلى أحمد السيد ثم نختار ستظهر ملفك بتاريخ اليوم الذي تعمل في Scanner كما ظهروا قدامك 28 شهر 1 2023 يعني ملف الـ Scanner يتحفظ بتاريخ اليوم الذي يتعمل في Scanner وكما ترون هذه الصورة التي نقوم بها وتحفظت في ملف PDF الآن أنا أريد أن أقوم بعمل Scanner أو مسح ضوئي لصورة لا ملف PDF سأقوم بعمل أفتح باب المسح الضوئي ونضع الورقة كما تعلمنا بالضبط ثم نختار فوتو ضغطة واحدة لا تحاول أن تفتح باب المسح الضوئي لأن أي نور سيضرب في Scanner سيطلع لونه أسود وعلى طالب يفتح لك المكان الذي يتحفظ في الصورة وبنفس تاريخ النهاردة سوف نفتحها عادي جدا كما ترون هذه الصورة التي نقوم بها مرة عن طريق PDF ومرة عن طريق GBG وبذلك تعلمنا كيف نعرف الطابعة ونعرف على Scanner عن طريق الكابل USB الآن سنتعلم مع بعض كيف نعرف الطابعة بالروتر Wi-Fi وبعد ذلك نعرف اللابتوب بالطابعة ولكن الأول يجب أن تدخل كلمة مرور واسم المستخدم بتاع الروتر Wi-Fi في الطابعة لكي تدخل الطابعة داخل الروتر وأي حد يبحث عليه يجب أن يجب أن يجب الخطوات كالتالي سنختار 0S هنا ضغطة واحدة ثم نختار أول اختيار Wi-Fi Setup ثم نختار ثاني اختيار Manual Connect وهنا يبحث على شبكة الرواتر وإن أختيار الروتر يسمى بإسمي Canon إذا كانت موجود أول اختيار ستستطيع ان تبحث عليه من الاتجاه اليمين والشمال فأنا سأختار الروتر أوكي أوكي مرة أخرى وأنا سأخبرك دخل كلمة مرور كلمة مرور كيف تدخل كلمة مرور؟ هل ترى؟ معناها أن كل شيء ستكتبها ستكون الحروف الصغيرة وهي Small وعشان تكتب الحرف ستجد هذه الحرف يعني A, B, C, D فإن تختار الحرف مناسب لك ستختار حق وهكذا الآن الحروف فيها أرقام ورموز وحروف كبيرة وهي Capital سأخبر دخل واحدة كما ترى أتحولت لأرقام دخل واحدة أتحولت لأرقام دخل واحدة أتحولت لرموز سأخبر كلمة مرور كما ترى؟ كلمة مرور الروتر كلها حروف كبيرة والباقي أرقام سأخبر حروف كبيرة أريد حرف N في الاتجاهة حرف N زي ما كرانا أريد حرف N أريد حرف N أقوم بتقيمة اكتب الحرف أريد حرف O أريد حرف O مرة أخرى أريد حرف R سنبحث على حرف R فللقت عرف R أريد حرف R أرقام سأخبر كبيرة ونضح الرقم 1 إلى الرقم 1 حتى نضح رقم 2 نضح أصفار ونضح آخر نضح صفر أثبت كلمة المرور بالطريقة الصحيحة نضح لكي نضح صفر هنا يقال لكي نضح الكلام تنتظر الكلام قول مرور بالطريقة الصحيحة سوف نضح التوقف اضغل اوكي ودلوقتي نذهب لجهاز الكمبيوتر او اللابتوب ونعرف الطابع عن طريق الروتر الواي فاي فيلا بنا دلوقتي هندخل على نفس الملفات اللي اخذناها من شوية اختار وين ثم نختار دريفر ثم نختار دريفر ستب ثاني اختيار ثم نختار ستب ثم نختار ياس ولازم افكرك انك لازم تشيل كابل لأسي بي الواصل بين الطابع والكمبيوتر احنا ركبناه في حالة ان احنا وصلنا كابل لأسي بي وعرفنا الطابع من طريق كابل لأسي بي فلازم تشيل كابل لأسي بي دلوقتي من الكمبيوتر او الطابعة ثم نختار نيكست ثم نختار الكرة بتاعتنا نيكست ثم نختار ياس ولازم تكون موصل اللابتوب بنافس شبكة الروتر الواي فاي اللي عرفنا عنه الطابعة حصل لحل السبع بتاعتنا مكتوب كانون G600 وهنا واي فاي يعني كده هنعرفها واي فاي موجودة عندنا دلوقتي وفيه رقم اي بي اخدته من الروتر اختارناه عادي جدا ثم نيكست وانا بيقول لك انستلنج يعني جال للتثبيت لازم تبقى عارف ان فيه خمس اخطاء لو عملت اي خطأ فيهم ستلاحظ ان الطابعة مش بتستلم الاوامر من خلال الروتر الواي فاي في حالة انك غيرت كلمة مرور الروتر الواي فاي او غيرت جهاز الروتر الواي فاي ذات نفسه او حولت شبكة الواي فاي من مرئية المخفية او من مخفية المرئية او انت حاطت الروتر بعيدة عن الطابعة فبالتالي كل شوية التوابعة بتفصل الشبكة من الروتر فحاول تقرب الروتر شوية من التوابعة ودلوقتي بيقول لك تم تثبيت تعريف التوابعة بنجاح نعمل اكست وبكده عرفنا التوابعة مرة عن طريق الكابل الواي فاي طب دلوقتي انا عايز اعادة التوابعة وعاوز اعرف انهي واحدة فيهم عن طريق الكابل الواي فاي عشان ما تزاولش اثناء الطابعة هنعمل اي خطار كونترول بانال اللي موجودة قدامنا دي ولو ما لديها ممكن تعمل سرش عليها وتبحث عليها نختار عادي جدا كنترول بانال ثم نختار فيو دفايزر انت برينتر هنلاحظت طبع متعرفة مرتين مرة عن طريق الروتر واي فاي ومرة عن طريق الكابل الواي فاي طب اذا اتأكد انها واي فاي او كابل او سي بي الكابل الواي سي بي اللي خلعنا من شوية هنراكب واعادي جدا ايه دي نورت معنا معناها عن طريق الكابل الواي سي بي لو خلعناها كده يبقى هي فعلا اتأكدنا من طريق الكابل الواي سي بي سنضغط بضغط وهو سي كnentر دائم ثم نختار بيرنتر بروبرتز عشان نعلمها بتبنى الكابل الازرinquني والكلام اسذا الرسمية علينا هنا ثم نتك MARILA ensuite من خلال كابل USB. ثم نختار اوكي. ودي كليك كليمين عليها كده. ونختار دي واي فاي. ونمسح الكلام واي فاي. ثم اوكي. كده علمنا انها دي تبقى كابل USB ودي راوتر الواي فاي. طب عايزين نزبط اعدادة التابعة لانها تابعة صور فوتوغرافية. هنعمل ايه? كليك كليمين عليها على الكابل USB. ثم برينتينج بريفرانسس. ثم نختار فوتو. تمام? زي ما شايفين كده. ونسيب دي زي ما هي كده. وطبع انت هتطبع على احجام وراء كتير قوي. لأقصى حجم A4. فهم الزباط تلقائيا على اربعة في ستة. لو انت عايزة ما هي سيبها اربعة في ستة. لكن لو انت بتطبع على حجم A4 دغطة واحدة عليها. ثم تختار A4. حبيت ترجعها تطبع على اربعة في ستة. دغطة واحدة عليها اربعة في ستة. والبرينتك والتي دي تحن نسيبها ستاندرد زي ما هي. لان ان جودتها ممتازة جدا. حبيت جودة افضل ضغطة واحدة عليها. ونخليها هاي. بس هتبقى باطيها اوي في اتباعها. بس هتطبع لك جودة ممتازة جدا. على الممثبة على ستاندرد. ثم apply. ثم ok. وكذلك الواي فاي ضغطة واحدة عليها. نختار printing preferences. ونختار photo printing. ثم هي هتتحول لواحدها photo closing paper. ونخلي دي زي ما هي A4. مع العلم انك لو سبت علامة صح على border disappointing فهي هتطبع على الورقة بالكامل. سيطلع كلها ورقة بالكامل. لو تلاحظ هنا الصورة ظاهر لك هنا كده ان هي مطبوعة على ورقة بالكامل. لو شدت الصح دي هتلاحظ هنا بس سيبت حواف. يعني هيتطلع فيها برواز ابيض. بالضبط اللي انت عايزه مثلا. ثم بتختار apply. ثم ok. وبكده انتهينا من موضوع حلقة النهاردة. اتمنى كنا لأعجبكم. اتمنى الموضوع كنا لأعجبكم. منتظر اي استفسار لكم بخصوص طبعات كانون. كان معاكم احمد السيد من القناة كانون بالعربي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.